عقد حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم من طارق المعظم حفظه الله ورعاه وجلالة الملك فيليب بولد لويس ماري ملك البلجيكيين صباح اليوم جلسة مباحثات رسمية بقصر العالم العامر تم خلال الجلسة اتعراض العلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عمان ومملكة بلجيكا والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والبلجيكي صديقين إضافة إلى تبادل وجهة النظر حول الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني صاحب السمو السيد فهل بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وصاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وصاحب السمو السيد شاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وصاحب السمو السيد ذيزن بن هيثم السعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب ومعالي سيد خالد بن هلال البسعيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي سيد حمود بن فيصل البسعيد وزير الداخلية ومعالي سيد بدر بن حمد البسعيد وزير الخارجية ومعالي دكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن رئيس بعثة الشرف ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العمني وسعادة السفير نجيم بسليمان العبري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة بلجيكا فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب البلجيكي جلالة الملكة ماتيلد ماري كريستين جيسلاين ملكة البلجيكيين ومعالي صوفي ولمس نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية ومعالي تيني فان ديرسترايتن وزيرة الطاقة ومعالي بول دي ويت أمين عامي ديوان جلالة الملك وسعادة غوريون كورمان مدير عامي شؤون العلاقات الثنائية وسعادة السفيرة ماتشيلد فوستر سكرتيرة جلالة الملكة وسعادة السفيرة دومينيك مينيور سفيرة مملكة بلجيكا المعتمدة لدى سلطنة عمان عقب ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لقاء ثنائيا مع جلالة ملك البلجيكيين اقتصر عليهما